في إطار دوره الداعم لجميع المواطنين في مملكة البحرين قدم صندوق العمل تمكين الدعم في مجال التدريب والتوظيف لأكثر من 53 ألف امرأة بحرينية علاوة على 7 ألاف سيدة أعمال نعم يأتي ذلك تجسيدا للسياسات التي تتبعها تمكين في دعم المرأة البحرينية وتوفير كافة احتياجاتها لتكون جزءا فاعلا في بناء المجتمعات والأسر ضمن مسيرة الإنجاز والتطور لمملكة البحرين المرأة من منظور صندوق العمل تمكين هي الشريك الفاعل والمؤثر الإبداع والأداء المتميز الذي برهنت عليه في ميادين العمل كافة ولمساندتها في أداء مهامها العملية ودورها الأساسي في بناء الأسرة والمجتمع قدمت تمكين العديد من المبادرات لدعم المرأة البحرينية يتمثل أهم الأهداف التي نطمح أن نوصلها لتعزيز دور المرأة البحرينية من خلال الانموذج الوطني لإدماج احتياجاتها عن طريق لجنة تكافؤ الفرص التي تأكد على أهمية وجود التكافؤ بين الجنسين عن طريق اللجنة طبعا إحنا أصدرنا ثمان مبادرات التي نأمل فيها أن نخلي في توازن بين احتياجات المرأة كونها أم وإحتياجاتها في قيام بدورها في العمل على الصعيد الداخلي إحنا عندنا تقريبا 40% من المناصب تقودها المرأة وفي الفترة الماضية كان خلال السنة الماضية 53% من الحوافز والترقيات كانت تتجاه المرأة وأنا طبعا كوني كأم لبنتين أجد أن بيئة العمل في التمكين ساعدني تماما على الموازنة بين قيامي بدوري في العمل وقيامي بدوري كأم تفعيل لجنة تكافؤ الفرص في تمكين جاء ليحقق التوازن الإيجابي في بيئة العمل ومساندة جميع النساء العاملات في تمكين من خلال الاهتمام باحتياجات المرأة في مختلف أدوارها الوظيفية علاوة على تقديم الدعم الكامل لأكثر من سبعة آلاف رائدة عمل بحرينية نقوم في تمكين بإعداد التقارير والدراسات التي تهدف إلى فهم واقع المرأة والتحديات التي تواجهها في بيئة العمل وفي مجال ريادة العمال عشان نفهم احتياجاتها ونفهم أثر دعم الصندوق عليها وأثر دعم البرامج المختلفة عليها وبناء عليه نقوم بتطوير البرامج اللي من خلالها دعمنا أكثر من سبعة آلاف رائدة عمال في تطوير مشاريعهم وأكثر من ثلاثة وخمسين ألف مرأة بحرينية في سوق الأمل لتطوير مهاراتهم اللي دعمهم في التطور الوظيفي ودعم مسيرتهم في ريالة العمال جميع أشكال الدعم للمرأة البحرينية كانت ولا تزال محط اهتمام صندوق العمل تمكين في كافة برامجه ومبادراته الوطنية ليكون الصندوق مثالا يحتذا به في دعم مسيرة عمل المرأة وتقدمها في كافة المجالات جهود مميزة تقدمها إدارة صندوق العمل تمكين لدعم المرأة البحرينية في بيئة عمل مرنة تمكنها من أداء مهمها على أكمل وجه علاوة على تقديم العديد من البرامج والدعم لثلاثة وخمسين ألف امرأة في مجال التدريب والتوظيف بمختلف القطاعات يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر